هدوء حذر في العاصمة الليبية ترابلوس بعد توقف الاشتباكات بين قوات الردع وقوات اللواء 444 وذلك بعد الاتفاق على اطلاق صراح قائد اللواء محمود حمزة الذي احتجزته قوات الردع وكان سببا في اندلاع الاشتباكات التي خلفت عشرات القتلى والجرحة بحسب مصادر طبية وينص الاتفاق الذي جرى بتنسيق مع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها على اقاف جميع العمليات العسكرية وعودة الوحدات الى ثكاناتها العسكرية وحصل الاضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض اصحابها ورغم الاتفاق على اطلاق قوات الردع صراح قائد اللواء 444 الا ان البعض رصد لقطات على وسائل التواصل تظهر استمرار الاشتباكات في جنوب ترابلوس من جانبها دعت بعثة الاهوان المتحدة للدعم في ليبيا الى الوقف الفوري للتصعيد ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة ودع بيان للبعثة جميع الاطراف للحفاظ على المكاسب الامنية التي تحققت في السنوات الاخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار يذكر ان الاشتباكات وقعت بعد توقيف قوة الردع التي تسيطر على المطار مع اتقاف ترابلوس قائد اللواء محمود حمزة في المطار متبادل الفصيلان اطلاق النار والقذائف في مناطق متفرقة من ترابلوس وتعود خطورة الاشتباكات لما يحظى به طرف القتال من نفوذ كبير مع استناد حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الامم المتحدة اليهما ورغم اعلان توقف الاشتباكات تبقى المخاوف من تجددها في اي لحظة في بلد ما زال يبحث عن ترجمة وقعية لخارطة طريق تساعده على الخروج من ازماته السياسية والاقتصادية والامنية وترقب الانتخابات برلمانية مقررة النهاية العام الجاري وانتخابات رئاسية مقررة مطلع العام المقبل